الفنان الكبير وليد عوني أولاً أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا أهلاً بيك إحنا سعداء بوجودك طبعاً ويعني ممكن نقول كل سنة أنتوا طيبين بعد 30 سنة من هذه الفرقة الجميلة في الأوكرا مضبوط بس أنا عايزة أبتدي مع حضرتك من البداية حضرتك في لبنان نشأت كيف كانت تلك النشأة؟ النشأة أنا من موليد ترابلوس بشمال لبنان يعني ومن أم كاتبة رومانسية ملقبة بكاتبة الفايحة الكاتبة جيهان عوني جيهان غزاوي عوني والبابا كان يرسم كمان كان رسام فمش رسام بل بس هو كان هاوي أنه يرسم كتير فأنا نشأت أنا وصغير ببات في يعني بس كنت كتير صغير مع الوالد ومع الوالدتي اللي لسوء والحظ هي توصفته أنا كان عمري ثلاث سنين ما بعرفها غير من وراء كتاباتها من وراء الأخبار الأدبية بلبنان وكده اتطورت عندي موضوع لما كنت قراله لما كتير صدت كبير لكن عندي هالميول للخيال والرمانس فأنا وصغير لما صار عمري ثمان سنين تسعة سنين تواجهت أنه كنت أكتب حيات كتير خيالية وده يليساعدني بكل الخيال المستقبل بعد الرشدة بعد مرحلة التفولة في فترة معينة سفرت من لبنان إلى بلجيكا وكنت مفترض أنه حتقوم بدراسة يعني فروع الفن التشكيلي دراست فن تشكيلي فعلا؟ طبعا طبعا يعني أصلا أنا قبل ما سفر على بلجيكا كنت بأكاديميك لقلبة ببيروت للفنون الجميلة بس أنا فتدت بالهندسة بالهندسة المعمارية سنة واحدة بعدين سأبني الحظ أنه قدرت رحض على بلجيكا على بروكسل رحت كده بالصدفة يعني مشان أسبوع أسبوعين وطلع بالصدفة أنه في بأكاديمية الملكية الفنون الجميلة اختبارات فدخلت عشان أعملها ومدة أربعة طيام فنشكحت وعلى طول بقيت بلجيكا ودخلت على الفنون التشكيلي ومن الفنون التشكيلي إلى ميدان آخر إلى ميدان آخر بالصدف برضو يعني بعد سنتان كده كانت الفنون التشكيلي بيجي كأخذ قسم الفيزيوال يعني النظري والمشاهد الضوئية والجرافيكية فبعدين بيصدف أنه بيصدف الشغل تعرفي لما الواحد بيكون صغير وشاب بيشتغل أي حاجة مشان يعيش بالغربة أو مشان الأكديمية فأنا تعرفت على موريس بيجار بالصدفة بي... موريس بيجار موريس بيجار اللي هو أيامها يعني بالسبعينات عم بحكي أنه كان كبار من أو أكبر المصممين الكوريغرافيين للرقص المعاصر وكان هو مدير بلاي قرن العشرين يعني من هنا بدأ التحول بدأ التحول بصدفة لما تعرفت عليها مؤكد أن الدراسة الأولى للفن التشكيلي يعني أفادت في المجال التالي قوي لغاية الوقتي وأنا لغاية الوقتي برسم وعندي معرض وعندي معرض الشهر الجاي كمان بالمعارض يعني بيعادني برسم برسم منيح يعني وده يلي بساعدني يعني الخيال يعني ما بفتكري أنه كنت بقدر إطلع صراحة كمصمم رقص أو مصمم المشهدية إذا ما كنت أنا كنت دارس للفنون التشكيلية أو الفنون التشكيلية لأنا بتمنى لكل مصمم أنه يدرس الفن التشكيلي حتى يطلعي يعرف حاله شو هو الفضاء شو هو اللون ايه هو المساحات ايه هو الدكور ده كلاياته واهي المشهدية لأن الفن التشكيلي لما بترسمي ترسمي مشهد فأنا كلما عم بيشتغل بيشتغل مشهديات وده يساعدني جدا جدا أنه روح على الإضاءة الآن بحكم أنه اشتغلت 11 سنة مع موريس بيجار فيما بعد يعني أنه طلعت على تدريجيا ستشتغل معه واكتشفني تدريجيا بالأخير ستعمل له السينوغرافية تابعة أهم عروض إن كانت العروض باليابان بتوكيو كيوتو كمان أو بنيويورك أو بفرنسا عمت له عروض سينوغرافية يعني هذه الدراسة الأولى أفادت جدا في الميدان الجديد طبعا لو أتعرف عليه كارسام أنا كنت بأكاديمة الفنون وشايف أعمالي وابتدى شوي شوي يوجهني ويكتشف أنه في حدن عربي لأنه كنت أول واحد بأكاديمة الفنون على كل الأحوال بس هو كان يشتغل مع كبار كبار المصممين الإضاءة والدكور لدرجة يعني دي علامة من علامات أنه الجرائد صرت تكتب أنه موريس بجار عم بيشتغل به مع طالب من أكاديمة الفنون مشان عروض وعملت له عروض كبيرة يعني بس بالتدرج بالأول عطاني ملابس بعدين عطاني ديكور بعدين عطاني عرض كبير بياف مثلا أو قصة الجندي لسترافينسكي أو بياف كلا يتون دول حاجات صغيرة نص ساعة ماذا اكتسبت أنت منه يعني من موريس بجار ماذا اكتسبت كل حاجة الرؤية طريقة الشغل خصوصا طريقة الشغل مع الفريق بسيكولوجية الشغل بسيكولوجية مأهمية المسرح بسيكولوجية وفلسفة إزاي تنتقلي من مشهد لمشهد اللي هو أخطر حاجة لما تنتهي من مشهد لمشهد تاني إن كان مسرحة وإن كان رأس دا الحلقة دي اللي هي كثير مهمة وكثير خطر طريقة إنه اختيار الموسيقى إزاي عدا إنه الكوريغرافيا تصميم الحركات إزاي يعني 11 سنة مش قليلة إنه يكون مع كبار المصممين طبعا